قبل ظهور المسيحية وقبل ظهور الإسلام هل كانت هناك أديان حقا؟ والسؤال الأكثر من هذا هل كانت هناك أديان حقا بعد المسيحية والإسلام؟ أو هل أن المسيحية والإسلام هي أديان حقيقية أم مجرد كلمة أو مفهوم أو مصطلح أطلق عليها لكنها لا تعني الدين بالضرورة كما يفهمه كثيرا أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين معكم منصور الناصر هل كانت هناك أديان حقا قبل المسيحية والإسلام؟ شخصيا لا أعتقد بل أضيف لهذا أمرا مهما لا بعدهما أيضا أي أن لا دينة بعد المسيحية والإسلام بل أن المسيحية والإسلام ليس دينين بالمعنى الحقيقي للكلمة كما يجري الإصطلاح عليهم الأمر يتعلق كما أرى بتسميات إصطلاحية حديثة لا علاقة لها بما هو متصور لدى الناس عموما سواء من الطبقات البسيطة أو الطبقات المتعلمة هذه تسميات إصطلاحية حديثة علمية يتداولها الباحثون وأدي حلقة أو أدي مقال طويل جردت فيه تقريبا خمسين تعريف تعريف شهير من أسماء مهمة للدين أنا أيضا عندي تعريفات خاصة في القناة وحدثت هذا التعريف أكثر مرة وفكرتها تدور على أن الدين هو القطيع بشكل أو بآخر القطيع البشري لعلن أدخل في هذه الحلقة أو هذه المحاضرة السريعة لن أناقش قضية المصطلح وحل أن الدين مع علاقة الدين كتعريفا وأصطلاحا وتاريخ هذا التعريف وتاريخ كلمة الدين في الأكادية وعد البابلية وأيضا عندي السومريين كان معناها كلمة دي دينو أدي لك دين دين أيضا بالعبرية تعني الحكومة والقضاء بريليجن تعني أكثر من معنى باللاتينية لها علاقة بالارتباط لها علاقة بكثير الأمور عفنا من هذه كل هذه الأشياء لكن بالنتيجة المحصلة النهاية أنا أتحدث عن هذا الدين الذي هو موجود على الأرض الذي جرى فعلا على الأرض بغض النظر عن التسمية والتعريفات أو حتى البحوث على الأرض ما هو هذا الدين كيف يتعامل معه الناس كيف يفهم الناس هذا الدين هذا الدين مبدئين أقول هذا الدين دائما الموجود المسيحية والإسلام باعتبارهما أكبر ديني دينان لديهما لكل منهما إله خاص به وهذا الإله عد المسيحين يسمى المسيح أو الرب أو أقاط بالإنجليزية وأقاط يختلف تماماً عن الله الله هو التسمية السامية في المنطقة السامية تحديداً وليس هناك لفظ آخر حتى المسيحيين يستخدمون كلمة الله لهذا الإله لكن المعنى يختلف الإله المسيحي يختلف حتى بالنسبة لوجة نظر المسيحيين أو تصور المسيحيين عن هذا الإله تختلف أيضاً السلفيين تصورهم عن الإله يختلف عن تصور السنة على اختلافهم وتصور الإله الله هو نفسه لكن الأشكال مختلفة حسب كل منه وكل قوم وكل مذهب حتى بالتفاصيل أنا أعتقد بالتالي كل ما كان موجود يعني أنا أطلقت حكم بالبداية وقلت أنه لا قبل الدين المسيحي والإسلامي كان هناك دين ولا بعد الدين المسيحي والإسلامي ومعهما الدين المسيحي والإسلامي كان هناك دين كان دائماً هناك صورة هلامية عن الدين وأيضاً هذا الدين مرتبط دائماً تجده بالإله فإحنا عندما تمسك الإله تفقد الدين عندما تمسك الدين تفقد الله والكل يدعي بوجود صلة بين هذا الإله وهذا الدين يعني أشبه بلعبة الكترون والموجة بالنظرية الكوانتوم ميكانيك المهم كل ما كان موجود بالحقيقة هو آلهة مدن لم يكن هناك في يوم من أيام إله لأي دين لكن الاختلاف أين حصل؟ حصل عندما بدأت المدن تتحول إلى دول وعندما مجموعة من المدن بدأ يحكمها إله واحد أو يحكمها حاكم واحد وهذا الإله الذي كان يحكم مدينة محددة مثل بابل كان يحكمها إله أو يعني تعبد إله هو إله مردوخ بمعنى معاني هو الإله القانون الذي تسير عليه هذه المدينة هذا الحال حال إله المدينة هو استمر حتى ظهور المسيحية وتبني الإمبراطورية الرومانية لها وبعدها البيزنطية هذا الحال هو بالضبط إله بابل عند مردوخ إله آشور أعتهم إله آشور نينوى وأثناء إله الحار السمالة أثناء وطيبة أيضا لديها إله وكل المدن القديمة لديها إله إله خاص بها أما إمرأة الأنثوية أو إله ذكري العموما هذا الإله المدينة كان إذا يريد يتوسع أو المدينة ذا تريد تتوسع تهيمن على مدن أخرى عندك لا تستطيع يعني يعتبر الإله المدينة الأخرى إله المهزوم فيصبح هذا الإله هو تابع للإله الذي خاص بالمدينة القديمة والسبب منطقي جدا لأنه أنت إذا ما تعكم الآخرين كيف تعكمهم؟ تعكمهم بالإله بالشريعة الإله الذي أنت عندما كان سابقا يقول الناس هذا إله هذا المنطق كان هو تورية لي ومصطلح عام يوضح بأن هذا الإله مثلا عندما يقول المردوخ هو الإله الشريعة شريعة بدينة بابل أو حكم إمبراطوري البابلي أو مملكة بابل أو الشعب البابلي فالشعب البدينة هو هذا يحكم بوفقا لتعاليم وقيم وعادات وتقاليد ووصايا الإله مردوخ وهكذا في أشور وصايا لكن لم يكن الناس يتصورون بأن هذه الفكرة ستتحول إلى فكرة مجرد حقيقية كانت الناس برأي وعندي شواهد كثيرة هذا سأعرضها لاحقا أن الناس لم تتصور أن هذا الإله هو شيء موجود في الكون أو يحكم الكون لم تتصور أن هذا الإله يمكن أن يكون لشعوب أخرى بعض الباحثين يقولون بأن هذا الإله تحول إله المدينة تحول إله بالإمكان أن يكون إله الجميع الجميع البشر وهذا التصور غير صحيح لا أعتبر دقيق لأن الإله المدينة لا يمكن أن يتحول إله الكلي لكن ممكن أن يخضي على الآله الأخرى مثل ما تخضي مملكة على أخرى هذا الفرق الكبير المهم متى بالضبط تحولت فكرة وجود إله مدينة إلى إلى فكرة وجود إله دين هناك فرق بين إله مدينة وإله دين تحولت الفكرة عندما بدأ هجوم أو بدأ الإسكندر المقدوني باختحام بلدان الشرق العالم القديم بأكمله ووصل إلى الهند وشرقاً وإلى عبر المغرب وصل إلى ليبيا أيضاً غرباً وهناك تعبد يعني زارة أعتقد منطقة بنغازي كان هناك معبد للإله آمون شيء من هذا القبيل وأعلن هناك أنه من سليل الآله شيء من هذا ما أذكر تفاصيل بالضبط على كل حال تحول الإله الدين يعني الإله المدن أصبح فكرة قديمة عندما أجسل إسكندر وطرح وقبله في زمن الفلسفة اليونانية انتشرت انتشرت فكرة الخير فكرة وجود إله واحد أو فكرة وجود وجود معنا كل واحد يشمل البشر جميعاً لم تعود هناك لم يعود هناك التصور لوجود بشر مختلفين عن بعضهم ولكل ملة وكل جماعة ولكل مدينة إلهها الخاص صارت فكرة أنه لماذا نحن نتعبد لقانون واحد أو نخضع لقانون واحد ولشريعة واحدة شريعة خاصة بكل مدينة وكل قوم وكل ملة لا احنا كل احنا بشر ولدينا أشياء مشتركة والفلسفة اليونانية فكرة الخير هي فكرة عامة فلماذا لا نحول إله المدينة إلى إله الدين إله الدين وليس إله فأصبحت هناك فكرة دين واحد وهو هذا الدين الذي يشرع على جميع وعلى جميع الانضواء تحته انتشرت هاي الفكرة وظهرت الغنوصية وظهرت كل الفكرة اليونانية اكتسحت المنطقة وأصبحت أمر لا يمكن مناقشة حتى يومنا هذا الدين الإسلامي عندما تجي المرتكزات الأساسية قائمة على فكرة وجود إله ديني إله لكل دين كان سابقا لا يوجد دين يعني يوجد إله مدينة وإله المدينة ووجد كهنة وإله الدين هذا الدين موجود داخل مدينة هو هناك إله المدينة نفسه لكن الدين لم يصبح هناك دين لديه إله خاص به هذا الفرق الهائل والكبير يعني أنا أول مرة يعني ما سامع أحد طرح هاي الفكرة أنا أعتقد هاي الفكرة مهمة جدا وتقدمنا أداة لفهم أداة ممكن أن نفسر بها كثير مما يا حديث عبر تاري وحتى يومنا هذا لأنه لماذا؟ لأنه نشعر بوجود مشكلة إنه ما هو هذا الدين هل هذا الدين ينطبق على البشر جميعا أم ينطبق على جماعة محددة لحد الآن هذا السؤال لم يجب عليها أي دين لا المسيح ولا الإسلام الإسلام يقولك لا إحنا بس ما موجود غيرنا فهو لا يدعي بأنه دين هذا الدين ينطبق على الجميع لا يقول هذا الإله إله الدين وليس إله الآخرين الآخرين كفره خارج الدين أن الدين عند الله الإسلام المسيحيين أتوا فكرة مشابهة فبالتالي أصبح من إله مدينة ارتقى وأصبح إله ديني إله الدين فكان لزاما بعد ذلك اختراع الدين كيف ينتم يختراع الدين هذا مسألة صعبة لأنه كانت وين كانت المشكلة وين حتت الخانق الضيق اللي وقع بيه هؤلاء كيف يمكن أن نحول هاي الفكرة الفرسفية اللي اختراعها أفلاطون اللي هو أبو المثالي وأبو الميتافيزيق بطل العالم بطل التاريخي بالميتافيزيق المثاليات هذا الإيديال كيف نحول من إله مدينة محلي إلى إله دين كامل زينا هنا الإله الدين موجود إله المدينة موجود هذا الإله كيف نخترع له دينا خاصا به هاي يستاز أو يتجاوز الحدود والمعوقات البشرية والمدينية والسلطانية والحكومية والملكية والشعوب يعني يتجاوز كل الاختلافات المذهبية والدينية والشعبية في ذلك الزمان فهنا أصبحت المشكلة كان يلزم بالتالي اختراع دين خاص لهذا الإله الإله هو القديم موجود لكن يجب أن يتصب بصفات جديدة هاي الصفات جديدة كان من الضروري اختراعها بالكامل واختراع بعد ذلك البتدينين أو المؤمنين التابعين لهذا الدين أي أن الدين الإسلامي أو ما يسمى الدين المسيحي خاصة جرى اختراعها بالكامل وأيضا جرى اختراعها لإله هذا الدين الإله هذا الدين جرى اختراعها من قصص قديمة أو أدى خزع الماجدة أدى كتاب الحلقة يعني نقطة الاتصال بين الأجان القديمة والأجان التوحيدية راح مبالي الأنوان حلو المهم فهذه هنا تحول الدين اختراع الدين ضروري هذا الدين كيف يهجر اختراعها هنا المشكلة الخطيرة كيف نختراع هذا الدين بدأت يعني الفكرة انتشرت كالنار بين الهشيم وطلعت مذاهب كثيرة بينها غنوصية بينها مانوية صراعات لا أول لها ولا آخر حتى الأكوديان كثيرا قرضت لكن كلها كانت تعوم على هاي الفكرة فكرة وجود جماعة بشرية واحدة مصير بشري مشترك بسبب يعني استياج المخترعات اللي تجعل الناس يعني الشعوب والمدن المختلفة متصلة مع بعضها وأيضا هاي الشعوب بدأت تشعر بأنها محتاجة لبعضها ولا يمكن التخلي عن بعضها على الإطلاق هذا عنده حديد هذا عنده حنطة هذا عنده فواكه هذا يعني ملابس هذا عنده بخور هذا عنده كذا ملح والمنتجات لا بد من التعاون بالمشترك بين جميع شعر شعر الجميع بأنهم بحاجة إلى بعضهم البعض وشعروا بالتالي بأنهم كائنات بشرية من نوع وجنس واحد ولا بد من أن يكون هناك عوامل مشتركة عوامل فهم التفاهم مشاعر مشتركة حاجات مشتركة وهكذا باعتبار احنا كل احنا جنس بشري سيكون اختلافات تفصيلية لكننا نبقى في النهاية نحن هناك شيء شمولي يجمعنا جميعا الاختلافات النسبية تبقى نسبية لكن المسألة الشمولية تبقى موجودة وعلى اساس هاي الشمولية جرى اختراع الأديان الشمولية يعني طبعا لا بدنا نقول يعني مون نقول لنا هذا الشيء الشمولي هو سيء بالضرورة لا أكوى أشياء شمولية جيدة لا يمكن أن نقول بأنه كل شيء شمولي هناك طبعا ترجمة سيء يعني كلمة التوتاليتارية التوتاليتارية يعني بها نوع من ديكتاتوري لكن أكوى موضوع مختلف الشمولية فيها جانب سيء جيد والنسبية أيضا فيها جانب جيد لكن كلهم أيضا بهم جانب السيء لكن علينا أن لا نخلط بين الأمرين هنا نناقش الموضوع كيف جرى اختراع هذا الدين الذي يجب أن يكون متوافقا أو منسجما مع الآلهة الجاهزة اليهود اختاروا إلههم يهوى في فترة مبكرة أكثر يعني أكثر ناس تفكيرا أو بكروا في هذا الموضوع بعد ذلك اختار المسيحين اختاروا المسيح وفكرة هي أصلا العلاقة بالآلهة القديمة العلاقة وطيدة في هذا الموضوع فكرة الإلهة الذي يموت وينزل إلى العالم لسر بعد ذلك يقوم من من عالم الأموات وهذه الفكرة هي ممكن تكرر العلاقة بدورة الطبيعة والربيع والخريف والشتاء لكن هي تطورت بفعل وتلقحت مع التجربة مع الفلسفة اليونانية وهذه بسألة لم تعد يعني ليست بالأمر الخفي هذا الدين المشكلة وين صارت المشكلة صارت بأنه أنهم لم يصنعوا دينا ينسجم مع الجميع وأعتقد أنه هاي المشكلة لم تكن لم يكن بالإمكان تصور شيء آخر غيرها اخترعوا الدين قالوا هنالك إله واحد وهذا الحل سهل طبعا قالوا هذا الأسهل قالوا هذا الأسهل بالتفكير وليس بالجانب العملي نظريا نقول لك هنالك هذا الإله هذا الله أنا أفضل إلهنا الخاص أحنا نعبده فبالتالي على الجميع أن يعبده بدلا من أن نفرض هذا الإله وقوانين هذا وشريعة هذا الإله نحول هذا الله إلى إله للسماء نبعده عن الأرض وما دامه على السماء فبالتالي هو يكون إله للجميع بغض النظر عن مرجعيتهم لمدينة فلم يعودنالك إله للمدينة إنما إله للسماء أي إله للدين فعندما يكون بالسماء كيف يمكن أن يكون هناك ألاقة بينه وبين الدين جرى اختراء الفكرة اليهودية العبقرية وقالوا أنه لا خلاص هذا الإله هو موجود في كل مكان وأحنا أينما نذهب يكون هذا الله معنا تطورت الفكرة وانتشرت في المنطقة العربية الشرق أوسطية أصبحت فكرة تجريدية وتحول هذا الإله من مسألة شبه ملموسة أو خاصة أو محلية إلى فكرة مجردة وهنا انقلب الحال كان الإله الإله المحلي كانت هناك سلطة حاكمة ملك ومملكة يقول لك أنا ممثل الإله لأنه من هو الإله الناس يعني الناس هم الذين يعبدون هذا الإله وهم الذين يراعون هذا الله وهذه الشريعة خاصة بهم يأتي ملك يحكمهم باسم هذا الإله الذي هو إله الناس يأتي هذا الإله ويحكمه عندما أتى الأجيان التوحيدية وأنا ما أريد أسميها أجيان توحيدية هي أجيان قالت بأن هناك إله واحد وكل البقية ليسوا بآلهة أو آلهة صغار هامشين وهي تطورت الفكرة من آلهة صغار بعد ذلك تحولوا إلى ملائكة وشياطين الآلهة الأخرى فبالتالي قالوا لا احنا ما نريد هذا الشيء احنا نريد إله الدولة الدولة هاي كانت هناك للناس هم يضعون شريعتهم ويأتي ملك يمثلهم ويسير أمور شريعتهم أجت الأجاج فصلوا بين دين يعني صنعوا دينا طبقيا أنصريا خاصا وما زالت حتى هاي اللحظة تجد هناك إلهان إله شعبي وإله عام الإله العام هو الذي يمثله رجال الدين والكهنة ورجال السلطة وأما الإله العام هو إله الناس الذي لا أحد يعني لا أحد يعني لا أحد يعتقد بوجود فاصل أو اختلاف بين إله العام والشعبي والإله الخاص الطبقي العنصري الخاص بالطبقة الحاكمة والتي يمثله طبعا هؤلاء الرجال الدين الآن هم الآله بصراحة يعني هم ليسوا الرجال الدين بالحقيقة رجل الدين الذي يدعمه والحاكم هو الإله نفسه بل هو أعلى مرتبة من النبي بدليل أن الناس لا تخاف منه وتخاف من التعرض له أما إله الناس لحد الآن عندما تروح لأي مكان الشعبي تسألهم ما هو الإله لا يعرف شيء لكن هو في داخل صورة مختلفة عن الصورة التي موجودة في ذهن رجال الدين هذه الصورة بالمناسبة أيضا هناك تعقيد عليها أكبر أنه رجال الدين في المنابر وفي الجوامع في كل مكان هؤلاء أنفسهم ينشرون صورة لإله مختلف تماما عن الإله الحقيقي الذي هم يعتمدون عليه أي أنه هؤلاء وظيفتهم ليس نشر الإله الحقيقي الذي الذي تؤمن به أو تجري على سننه وشريعته الطبقة الحاكمة سواء من الطبقة التشريعية أو الطبقة السياسية العسكرية الحاكمة السلطة فتجد عندما تحدث على الخطاب العام تسأل النساء البسيطات في المزارع في المعام في الشوارع في البيوت البسيطة في الحارات التسألة ما هو الله من هو الله لا تعرف فيه فك الله هو كلا سرحية ملكرية ملكذا لكن أي شيء آخر ما تعرف ويتمسكون بالعادات يتمسكون بالإله المدينة القديم تجد لكل مدينة إله الخاص وبهذا بشهادة أنه ما زلنا الآن أي مدينة تروح بالشرق طولا وعرضا تجد هناك مرقد أو مزار يحتفي به الناس بالضبط الطريقة القديمة الذي يبدو أن الذي حدث هو إنكار وجود إله الشعبي أو الإله المحلي وتخصيص إله الدولة الدولة الإمبراطورية التي تحكم الجميع بغض النظر عن عبادة هؤلاء لهذا الإله لا إنما عليهم طاعة هذا الإله فقط هما يطيعون مثل الآن الساعة الدماء لكن الرسول فتح مكة ونضم الناس إلى الدين الله أفواجا لكن هو أيضا قال آمنتم أنتم أسلمتم لكن لم يدخل الإيمان قلوبكم آية آية صريحة معروفة فهو بالمعاني أن الرسول كان يريد مسلمين لا يريد مؤمنين ولا يبالي بالأمر وهذا تصرف صحيح سياسيا تصرف صحيح لأنه قال لقد أريد ناس مؤيدين لا أريد معترضين أريد ناس هاضئين متئئين بغض النظر عن إيمان ويقول لك أنا ما أعرف شنو بقلبهم أظل أنا حاير بهم المهم أضغط عليه وأقتل من يعترض طريقي وخلاص أظل أنا هل شو اللي أقتل بي أنا هو خاض وخايف من عندي ويطبق أي شي أقوله ويذعن لكل قراراتي وأوامري وحاجاتي فبالتالي خلاص هي هالفكرة فكرة الدين الآن أصبح إله الدين هو مختلف تماما عن إله المدينة معنى المعاني أصبح الدين دولة أو أصبح الدين مسألة مجردة إلى علاقة بالقوانين التي تسير إمبراطوريات وليست تسير ممالك صغيرة وهذا سر الخلاف الخطير الذي حدث في تاريخنا تاريخنا من ميلاد المسيح حتى يومنا هذا تاريخ مرتبك مدمر هناك طبقة حاكمة كهنوتية وبقية الناس هما عبيد ولهذا السبب قالوا تجد الآيات تقول أنما خلقنا الإنس والجن ليعبدون لماذا لأنه هو انفصل ته يعني أصبح الطبقة الحاكمة هي الطبقة الكهنوتية التي تعرف الله حق المعرفة أما البقيين فهمجوا الرعاء وهذه عبارة مشهورة من الصحابة كرروها عشرات المرات بل أن الغزالي اللي هو الأكبر علماء السنة بالقرن الرابع والخامس الهجري يعني بداية القرن هامس الهجري قال أنه تصدر كتاب خاص الجام العوام عن عن علم الكلام وما ذكر بالضبط راحة من بالله بيسجع يعني ما لهم علاقة فلك العوام لا يفهمون شيء بدلا من أن يقول تعالوا نساعد هؤلاء الناس ولا نلجمهم نطهم الحريات الكاملة بأتبارهم أناس حقيقيا لا وبالنسبة لا إله الدين هو إله إمبراطورية وليس إله مدينة فالمدينة بالتالي مسألة عابرة ممكن الإله مدينة ممكن قضاء عليه وقضاء على كل من يؤمن به بسهولة لكن إله الإمبراطورية يجب أن يتخذ الصفر الإمبراطورية شوف عندما تجي على أسماء الله الحسنى يقول لك هذه مواصفات الإمبراطورية كاملة بغض النظر نحن الآن نتحدث عن فكر لا حد يطول لسانه ويقول أنت تحدث وتكفر و نحن الآن في معرض الفكر والنقاش وليس في معرض لسنا في جامع حتى أن أتملق مثل ما يتملق الآخرون أنا الآن في واحد الفكر والتفكير والنقاش من يريد أن يتملق ويواصل التملق ويواصل الانتماء للقطيع والدعاء بأنه ملتزم بأوامر القطيع وبمزاج القطيع فلا لا لا يدخل معنا في النقاش هذا مكان غير مناسب له يزعجنا ونزعج في النتيجة ظهرت الأديان التي تسمى أديان المسيحية والدين الإسلامي هو كان محاصلة بينهما ظهر الدين المانوي طبعا المسيحية يقولون نحن لسنا بدين المهم وهذا موضوع آخر ما لنزهر بتفاصيل الأمر تغير كما قلت بظهور هذين الدينين هذين ماذا فعل هذا الدينان دينان حارب كل دين آخر سبقهما أو وجد في أو ظهر من خلاله أو اعتاش على الأفكار والقصص والحكايات التي يعني قصص الخلق والتكوين الموجودة ضمن التراث الثقافي والديني للمنطقة لكن كيف حكم وكيف حرك الديان الجديدة طبعا هم بالتأكيد هم قدموا صورة جديدة للدين واتبرعوا بأنه هناك مصير إنساني مشترك وعلى الجميع وهي فكرة عظيمة طبعا لا يمكن أنه ننتقدها يعني أنه كان أكو أكو صراعات إنسانية كبيرة في ذلك الزمان أنتجت وأفرزت هذين الدينين العظيمين بماذا تميزها على الجميع بأنهما طرحا فكرة إله وجود إله لدين وليس إله لمدينة إله الدين دائما بالضرورة يكون إله في نوع من التجريد نوع من بمستوى فكري عالي وهذا يطلب كما قلنا بالجزء الأول المقطع الأول من المحاضرة إنه هذا يطلب أن يكون هناك مستوى عقلي أو مستوى طبقي أو نخبوي خاص بهذا الدين هو أصلا كان هناك نخبوية دينية للكهنة لكن قبل يعني بالآلهة آلهة المدن لكن كان أقل درجة وأقل تنظيما من الدين الجديد بسبب ظهور الفلسفة اليونانية والتفكير العقلي والمنطق وما إلى ذلك فكانت توفرت أدوات فكرية ومنهجية تسمح لظهور أديان من هذا النوع كان فقط يحتاج أن يكون هذا الدين شامل على الجميع بدلا من أن يسمح بالتنوع لكن لا افترض بأنه على الجميع أن يخضعون لإله واحد وليدين واحد وكل الأديان الأخرى هي خطأ بإيه فكرة الدين الصحيح وفكرة وفكرة المثال الصحيح الذي طرحها أو مثال الخير الذي أصبح الإله عند الأديان التوحيدية هذا الدين كما قلت فكرة إله الدين هي فكرة التي غيرت مجرى التاريخ حتى يومنا هذا هذا التطور الجديد أدى بالنتيجة لأن تصبح الحروب ليس بين المدن والممالك وبالتالي بين إله كل مدينة وكل كل مدينة طبعا ومملكة يرعاها إله محدد فالمعارك بما بينهم تستمر على هذا المنوال أصبحت لا الصراع بين الآلهة نفسها أي أن الشريعة يجب أن تسود الشرعاء الأخرى كانت مثلا عندما يأخذون مناطق أخرى يقررون سياسة السبي أنه يقول لك إله مالتك أنا أدمر إله مالتك لكنني لا أعطيك إلهي إله الخاص بي أنا لا أمنحه لك الإله مالتي لم تجد لا توجد هذه الفكرة لم تكن موجودة بين الطبقات الحاكمة في ذلك الزمان وبين الشعوب عموما أنا كيف يمكن أنا هذا الإله مالتي كيف يمكن أن نعبد إله لمدينة أخرى هذه مسألة لا تدخل في الذهن على الإطلاق يعني شيء غير ممكن مثل الواحد يقول كان يعني أبدل زوجتي أو أبدل أولادي أو أبدل أبناء منطقتي فأنا أنا متعود أعيش معهم فكيف ممكن هذه الشريعة التي تجمعنا معا كيف يمكن أن أأتي بشريعة أخرى وأفرضها على نفسي ممكن هذا يكون فقط عندما أنا أتخلى عن شريعتي لأن أنا أجد أن تلك الشريعة أفضل من هذه الشريعة فهذا أحيانا بعض المدن قبل الديانة التوحيدية تأبد أكثر من إله وتفضل إله على آخر وأيضا لهذا أحيانا عندما ترك موسى الشعب اليهودي الذي حسب القصة اليهودية ترك أربعين يوم وصعد للجبل حتى يجيب الشريعة الألواح الشريعة لكن عندما هبط لقاهم ويعبدون بعل وابدوا الجاموس لماذا؟ لأن هم هذا الإله لا أهمر تكتفى يعني بطل يعني ما جاي يمارس عمل إحنا أربعين يوم ننتظرك التماجي فإحنا كيف نسير أمورنا يعني توعدتنا بأن تأتي لنا بشريعة تحكم الألاقات بما بين وترتب الأمور لكنك تأخرت أربعين يوم وانتظرناك عشرة أيام عشرين يوم ثلاثين يوم فاضطررنا إلى وضع شريعة خاصة بنا يعني بالضوط كمان صور الآن مدينة مثلا أو دولة يسقط النظام بها أو يسقط القانون وتسقط كل الشرع التي تسير حياة الناس فإقنا كنت أربعين يوم تركتنا أنهبط ووجدهم يعبدون الأجل وجعلوا منه يعني وتبرعوا بالذهب من الأجل هي الفكرة ليس الأجل فكرة أنه شريعة هذا الأجل هو رمز لهذه المسألة فكان رمز الالتزام بهذه المسألة فبالتالي هذا الموضوع هو الذي كان يشغل الناس هذا التطور الجديد الذي طرح من فكرة الوجود شريعة شريعة تشمل اليهود فقط أخذها الآخرين وقالوا أنه خلاص اليهود هي هذه الفكرة التي انتشرت بين المسيحيين وخاصة المبولس الرسول هو الذي اختراح هذه المسألة لماذا؟ لأنه هو متشر بالثقافة اليونانية وهو أيضا مواطن روماني طبعا لهذا سبب استطاع البقاء ونشر دعوته من هنا أصبحت الحروب ليس بهدف الاستعواض على أملاك الآخرين لا أصبحت الفكرة بأنه هناك مشروع بشري كامل وأن البشر الآن هم كلهم عبيد لإله واحد وهؤلاء العبيد يجب أن يتوحدوا شاءوا أم أبو لأنه المسألة أكبر من أن تكون مساءل شخصية ومسألة هذه المدينة وتلك المدينة لا يجب أن يخضع الجميع لإله واحد والإمبراطور واحد وملك واحد والكل خاضعين راضين مختنعين والموت لكل من يعترض على هذا الطريق أتى الإسلام وكرر هذه الفكرة نفسها لكن وضع صيغ وشروط وتقاليد وطقوس مختلفة لكن الجوهر هو واحد أن هناك إله واحد ولا يسبح بوجود أي إله آخر وكل من لديه إله آخر لا يعترف به لا هو ولا إله ويجوز قتله والتخلص منه هي نفس الفكرة فكرة الجماعة البسيطة كانت أنه الجماعات تغزو بعضها البعض من أجل الماء والكلأ والكلأ الحيوانات والموارد الشحيحة عادة تحولت يعني ارتقت هاي فكرة الجماعة والقبيلة البسيطة العشيرة والأسرة والجماعة وصلت إلى أقصى مراحلها اللي هي سموها الدين توحيدي ليش توحيدي لأنه فكرة الرابط الجيني أو رابط القرابة أصبح رابط الدين انتهت رابط يعني رابط المدينة كان هو اللي أنشأت بسبب دول المدن وحولها رابط النسب اللي هو دول يعني حقول الفلاحين والبدو الذي يربط فيما بينهم القرابة بعد ذلك أتت الأديان ورجال الدين وقالوا لا ما نحتاج هذا الشيء نحتاج شيء يهيمن على الجميع لكن بقت الأسر يعني الأسر الدينية الكهنوتية مهيمنة على الموضوع وقالوا فصلوا قالوا هذه الأسر الكهنوتية دمها أزرق بشكل يعني مثلا اليهود قالوا احنا من بيت لاوي فقط يطلعون ومن نسل داود هما دول اللي اللي دمهم أزرق البقية دمهم بمبي المسلمين أيضا قالوا كل السلطة لقريش دولة قريش ولحد لا تحكمنا دولة قريش دولة قريش في المناسبة ودولة قريش لا أيضا فسقالوا لا مو كل قريش فقط بني هاشم واستمر الموضوع حتى يومنا هذا لكن فكرة النهائية أنه أصبحت أصبح إله المدينة أصبح إله الإمبراطورية إله الدين وإله الدين هذا هو من يمثل يمثل مجموعة من الناس الكهنة وليس الحكام لاحظوا الفرق الهائل أصبح الكهنة هم سادة الناس ومن هنا ظهرت فكرة الولايات فقه مثلا من هنا ظهرت فكرة البابا اللي هو يعني وكيل الاله أو هو يعني يأخذ مرتبة الإله على الأرض ولا يكفقه هي ما معنا يعني يعني أعلى من النبوة وكذلك عدل المذاهب السنية طبعا لا يصرحون بهذا علىنا لكن هي بالحقيقة هكذا الناس تعبد رجال الدين ولا وجود الإله ولا أي شيء لأنه رجل الدين هو الإله نفسه يعني هو سواء ممثل إله أو غير ممثل هو نفسه يعني بالنهاية عمليا هو نفسه عموما هذا التطور التحول من إله المدينة إلى إله الدولة إله الدين أصبحت الحروب ليس بين المدن بل بين الآله أيضا ومن ينتصر له إله الذي ينتصر له حق أن يضم ليس أراضي الآخرين كما لأملاكه كما حصل عندما سبع الآشورين اليهود وبعدهم البابلين نبو خلصا لا أن يضم يعني أن يضم أرواحهم له كان سابق أن يسبيهم لا يقل أن تخضع لديني وتؤمن بديني وتؤمن بإلهي مهما أنا لا أقبالي بأنك من مدينة أخرى ولا أقبالي بأنك من كذا وكذا من شعب كذا الكل يجب يخضع لهذا الإله واجب أن تتخلص من إلهك هذه فكرة كانت جديدة جدا على البشرية عندما ظهرت المسيحية معنى آخر أصبحت الحروب ليست بين مدينة وأخرى ولا حتى بين بشر وبشر بل بين دين وبذهب آخر يعني ليس بين الدول ولا البشر ولا المدن أنما أصبحت بين الأديان والمذاهب نفسها وهذا الحال لحد هذه اللحظة ما زال موجودا هذا التطور أصبح يعني حتى يعني داخل المدينة نفسها أصبح الصراع على شكل بين آلية الأديان نفسها يعني المدينة نفسها نشطرة أصبح نوع من المدن التي يعني تذبح نفسها بنفسها مثل بغداد الصراعات والخلافات بين السنة والشيعة كانت كارثية وحتى بين السنة أنفسهم كان الحنابلة يكفرون الحنفية والحنفية تكفر الشافعية ولحد يعني القرن الخامس الهجري كان التكفير بينهم جميعا ومعارك ودموية فيما بينهم يعني كل من يقرأ تاريخ بغداد الخلفاء تاريخ بغداد للخطيب البغدادي والخطيب نفسه وقتله المسكين بس المهم هذا الحال هو يؤكد بأن المعارك صارت ليس بينهم بين آلهة آلهة الأديان فقط هنا أختم بالسؤال الأساسي وفقا للنص الإسلامي نأخذ النص الإسلامي المقدس كمثال وأقول هل يمكن اعتبار إله الدين إلها واحدا أم إلها وحيدا هذا السؤال المهم معنى هل أن الدين الإسلامي هو دين توحيد أم دين تفريد بحسب بصلاح الدكتور خزعان وهنا أقصد أنا بالتفريد معنى الكلمة الحرفي وليس بالمعنى الأصول الإسلامي يعني التفريد معنى الأصول إنه التفريد الواحد الصمت لا أقصد معنى الحرفي كلمة تفريد عن بقية الآلهة يعني برأيي بصراحة أكو أشارات كثيرة تؤكد هذا لكن الأمر يبقى مفتوح للبحث بشكل عمق الحصول على جواب مقدع لكن هنا أباتنا نتكر شيء مهم جدا وأن هذا تطور جديد من تحول إله المدن إلى إله الدين هو قلت أصبح الحروب بين الآلهة معنى أصبحت تعطش للاستحواذ على ما هو أبعد من البشر والأشياء اللي كان سمة إمبراطوريات قبل ديانات توحيدية وصل حد الأقصى في هذين الدينين وصل إلى حد أنه يمسخ روح الإنسان ويدمرها ويغيرها بالكامل وحسب ما شئته وبأي طريقة ودائما تجد الدين وظيفة الدين أن يضع المخطط لتدمير ذات الإنسان وشخصيته وروحه ووضع روح جديدة مكانها يعني وتلقى كل النصوص المقدسة وشروحاتها قائمة حول هذه الفكرة الأساسية وبالنتيجة يعني الشريعة هدفها ما هو أن يكون على الواجب المستولى عليهم والمستولى على روحهم واجب وحيد وهو إذعان أو الموت هذا كله يفسر الكثير من الظواهر التي رافقت انتشار الدينين أينما فرض وجودهما عبر التاريخ من هذه الظواهر طبعا وأغلبها الظواهر سلبية انتشار التخلف الفقر الجهل الظلم والحروب أيضا ظهور ظاهرة جديدة كليا ما كانت موجودة قبل الدينين بهذه الصورة وهي انتشار فرق ومذاهب فرائية متقاتلة فيما بينها من داخل الدين نفسه وكل منها تدعي إله الدين وليس بشر يجب أن تكون صفاته كذا وليس كذا كل واحد يقول الإله هو هكذا صارت فكرة التوحيد أصبحت انشطرت إلى مليون جهة وكل واحد يقول هو هذا الإله الخاص به طبعا هم يحولوها الديني سابق ستكون أمتي على سبعين فرق وإلا واحد ناجي لكن هي بالحقيقة بالمقلوب هي هاي طبيعة الأمور هي الفكرة لا بد أن تنشطر هكذا لا يوجد خيار آخر والسبب ليش لأنه دائما أكو نزعى داخل الإنسان للتطرف والتوغل أكثر في التجريد لأن الفكرة التجريد بعد أن طرحت انتهى يعني أطلقها فلاطون وبثلة البشرية فيها فالناس بدأوا يجردون الفكرة التجريد وتجريد التجريد صار عاد ليس تجريد الفكرة الإلهية وهاي أدت أدت بالتالي لأن تتطور الفكرة وبن يعني صارت بن السعي إلى القضاء على إله المدينة أو إله الجماعة للصالح إله دين ما إلى القضاء على فكرة وجود إله للبشر كلهم أيضا وبغض النظر عن لونهم وجنسهم ومدنهم وهذا يتضح بالإسلام تحديدا عندما يقول فقد أصبح الدين كله لله خير يعني أصبح الدين حتى لأن البشر ماكو داعي هذا التطور هو اللي جاي ندفع ثمن الباست جدا حتى هذا اليوم وهذا طبعا لا أقصد القدح في الدين بل أنها هي مذكورة هي مذكورة كمطلب شرعي وفقا للنص الإسلام المقدس فهنا أسأل هاي يمكن اعتبار كما قلت هذا الدين هو إله واحد أم إله وحيد أختم أقول إله المدينة لو سألنا لو دققنا بالقاموس اللغوي باللسان العرب لا عرفنا بأن كلمة مدينة هي جدر اللغوي مالتها قريب لكلمة دين يعني سواء على صعيد المعنى أو المبنى وهذا أمر يستحق مختلف لاحقا لأن المدينة هي بيت يعني منطقة حكم تسمى يعني التي تقدم لها الدين وهذا موضوع عميق بعدين نتحدث عنه سواء حلقة خاصة شكرا جزيلا وأسبوع على طالع وربما شوية صار تداخل بعض الأفكار ولأنني يعني استرسلت ببعض المناطق وأعتذر مقدما